واحد من أعقد التحديات وأكثر الصعوبات التي تؤرق المنقبين عند استخدام الرصاص كمعدن جامع هي طريقة فصل الذهب عن الرصاص أقول لكم أيها المتابعين الأكارم يا من لكم المحبة والوفاء ومكان خاص في قلوبنا لقد رجعنا الطرق وقرأنا تعليقاتكم ونقول لكم بوضوح إن فصل الذهب عن الرصاص بطريقة التبخير أو ما تعرف علمياً بالطبويت هي طريقة مدمرة فهي مضرة بالصحة والبيئة بسبب أبخرة وسمية الرصاص نهيك عن تطاير وفقدان الذهب نتيجة ارتفاع وطيرة النار لا سيما مع المبتدئين أو ربما الامتزاز على البوتقة الإسمنتية إذا كانت الكمية قليلة مما يعطيكم نتائج سلبية وهمية كما أنه لا يمكن استعادة الرصاص والاستفادة منه مرة أخرى أخبروني بصدق من منكم خسر الذهب نتيجة هذه الطريقة؟ والبعض ربما حاول استخدام الطرق الكيميائية وفشلوا لذا أقولها لقد حان الوقت لتدخل الكيمياء ساحة المعركة لانتزاع ذرات الذهب من بين ذرات الرصاص سوف نستغل أحد خواص الرصاص المخفية للفصل حيث سنقوم بإضافة هذا المحلول إلى سبائك الرصاص التي صهرناها ونظفناها ولاحظوا ماذا سيحدث ولكي نسرع التفاعل سنستخدم قطرات من هذا العامل الحفاز وشاهدوا المفاجأة تمهلوا قليلا الآن بدأ السواد يظهر على السبائك ويالا المفاجأة بدأ هيجان التفاعل وشدته في أكل الرصاص لا تخافوا فالذهب سوف يتساقط على ما أعتقد الجميع الآن على أحر من الجمر وأعلم أن التساؤلات بدأت تدور في عقولكم ما هو المحلول المضاف هل هو مادة أم خليط وما هو العامل الحفاز وهل هي مواد متوفرة ورخيصة لكي نفرح الجميع هي مواد متوفرة ورخيصة ويمكن للجميع الحصول عليها شاهدوا بعد نصف ساعة فقط ذرات الذهب السوداء في قاع الكأس وهي التي كانت ضمن سبائك الرصاص والسؤال الأهم هل هو حمض نيتريك أقول لكم لا فهو ليس متوفرا مع الكثير منا ونحن نريد الابتعاد عن معاناة بعض الأحماض التي قد تشكل رواسب غير ذائبة لأملاح الرصاص وتصعب فصل راسب الذهب انتظرون في واحد من أهم الفيديوهات الفريدة والمميزة الذي سيكون بمثابة دورة متكاملة مليئة بالأسرار التي ستغير قواعد اللعبة تماما في طريقة استخراج الذهب باستخدام الرصاص كمعدن جامع والفصل الكيميائي قريبا وإن تأخرنا قليلا ولكن سيكون الفيديو أحد الهدايا التي وعدناكم بها وحصريا فقط على الحلول الكيميائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر